نعم مالك طبعا الأنظار كلها تتجه إلى الجلسة الحكومية المقرر عقدها غدا لطرح تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بناء على مجموعة من أسماء المرشحين سيعرضها الرئيس نجيب ميقاطي على الوزراء تشير المصادر إلى أن ميقاطي يعقد الجلسة غدا خوفا من حصول فراغ في حاكمية مصرف لبنان لذلك دعا إلى الجلسة غدا لإجراء هذا التعيين وإذا لم تنعقد الجلسة سيدعو أيضا إلى الجلسة أخرى يوم الاثنين المقبل وإذا لم يتوافر نصاب جلسة الغد أو جلسة الاثنين فعندئذ يعتبر أن على الجميع تحمل المسؤولية من بين الأسماء المطروحة لتولي الحاكمية هناك الوزير السابق كميل أبو سليمان الوزير السابق منصور بطيش المصرفي سمير عساف المصرفي كريم سعيد وأيضا المدير العام للقصر الجمهوري أنتوان شئير ونعيم أبو جود هذا بالنسبة للأسماء لكن ماذا عن النصاب الجلسة وما هي مواقف الكتل منها؟ المعلومات تفيد بأن الجلسة ستنعقد وسيؤمن وزراء الثنائي الشيعة النصاب لكن لن يتم التوافق على اسم المرشح أيضا مصادر أخرى تشير أن حزب الله يقف ضد خيار التعيين انسجاما أيضا مع موقف التيار الوطني الحر وبالتالي لن يكون هناك نصاب في جلسة غد الخميس إذا ما طرح تعيين الحاكم وأيضا سيقتصر الحضور على 15 وزير علما أن اكتمال النصاب يحتاج إلى 16 وزيرا هناك أيضا عددا من النواب أعلنوا عن مقاطعتهم لجلسة غد من بينهم وزير الأعلام زياد مكاري وأيضا وزير المهجرين عصام شرف الدين بالإضافة إلى وزير الاتصالات جوني القرم ووزير السياحة وليد نصر أشير أيضا إلى أن مصادر أخرى رأت إذا لم يتوفر النصاب في الجلستين فأن حاكمية مصرف لبنان في هذه الحال ستقول إلى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري التزاما بقانون النقد والتسليف وهذا أشار أيضا أذكر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاطي قال أن تأمين النصاب ليس أمرا سهلا ومن يتقاعص ويتحمل المسئولية كان هناك أيضا بيان أو تصريح للقوات اللبنانية تعتبر فيه أن بري يتمادى في الاستكبار والاستهدار وهذا ما قاله النائب بيار بوعاصي قال لا أعلم ما إذا كانت ستحصل جلسة مجلس الوزراء يوم غد ولكن لا يمكن تعيين حاكم لمصرف لبنان أو تخطي الدستور هذه أبرز المواقف بشكل عام واضح شكرا لك من بيروت مراسلة المشهد سارة شهد على جميع هذه التفاصيل